وبدورها اعتبرت موسكو أن لندن اختارت المواجهة في قضية الجسوس الروسية السابق وأكدت أنها سترد قريبا على قرار بريطانيا ترضي ديبلوماسيها وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن روسيا لا تقبل بالاتهامات التي لا أساس لها بشأن هذه الحادثة وترفض الإنذار الذي وجهته بريطانيا وأعلن بيسكوف استعداد بلاده للتعاون في التحقيق مع السلطات البريطانية في حين اعتبرت السفارة الروسية لدى بريطانيا أن طرد الدبلوماسيين الروس تصرف عدائي غير مقبول بالمرة ولا مبرر له وقصير النظر